اشتركوا في القناة في العشية تلقاها مع البوذين في الليل تلقاها ساهرة مع عشيعي ولا واحد ولهذا كل مقام تحبوا يدروا يدروا تحبوا يشتح يشتح هو أعظم من هشمي لحامتي هل البلاهة هذه وبيعان الكلام هو ما نجحش مع النهضة كداش من سنة طوى بش يكلب على الشعب كثاكا كذبا بالنسبة للمرأة المتحرة هي عليش تتحرر طوى لا نقولوا المرأة المتحرة في كل العالم النساء المتحررات متثقفات مخترعات مكتشفات أنهم لهم قيمة في الحياة حكا ولا عليش احنا نتحر في التقليد قلدها علما ومعرفة وقوة وجاه وشرف وكرامة وانسانية ثم انك تتحري لكن انك تتحري في شي في شيء وثم انك تمشي كان للقشور انا مراش معنى ان المرأة المتحرة بيش تكون بالتحرة ذاك دون انها ما تكون علما ومعرفة وكل شيء الزطلة بالنسبة لا يرهو الزطلة هذه هي كارثة كارثة موجودة عنها اكثر من 400 الف تاو موجودين مصغار وكبار وشباب وكل شيء لكن شكون يجيب فيها الزطلة شكون يجيب الدولة تجيب فيها الدولة سامحة بها فهمتي ولا لا من ديوانة وامن وكل هذو ملك هما يدخلوا في الزطلة اخي الزطلة تصنع في تونس تدعى معناها موجودة في تونس لا سيدي هو انه الدولة الداخل في الزطلة المثلية الجنسية اعملت برنامج في مراوة على الكلام مع اي ناس بن علي في الفين واثماش ينجموا يرجعوا للتوب وكل شيء جابوا لي قدامي معناها اولد قل وجابوا لي الطفلة قل يمعرس بولد حمتي عندي ثلاثة سنين وانت اجدخلك والاخرى قلت عندي خمسة وعشرين سنة اني عرسة بوحدة وبيش نكتب عليها ازداق وقالت بي بوقتها بحديها بجنبي قال عنا عشرة في المية اللي هما بين المساحقات والمثلين الجنسيين ولهذا الراء هذا مرض وهذا يزم معالجته طبع فيه ولا احنا موش بش نرموهم في رمي غير عادي هذو ما يزم علاجهم فمتي ولا ويزم توعيتهم وهذا يقول كله انا الراء انا الراء هو من العمل المتاع المرأة والرجل الى المرأة انه لما تخلي ولدها او بنتها او كل شيء للكريش او تجيب لها البون البون ممكن تحايشة هي هي عايشة ما بين حشاك البقرة وما بين العلوش عايشة ما بين الطابونة وما بين الخبز الغنائي عايشة في مكان الماء لما تجيبها بيش تربيه لها صغيرها ماذا بتربيه لها لشي مش تربيه صغيرها ولهذا يكون على بحر هواه وكل شيء انا الراء اللي هما يزم يتعالجوا ومالهم الا مواطنين توانسة لكن ان شاء الله ربي يشفينا ويشفيهم المساوية من الميراث هي معناها بالنسبة لنا انها رب العالمين هو خالق الخلق ومالك الملك والمبرم من كل هلك قال رب العزة ولقد خلقنا الانسان من سلالة المنطين ثم جعلناه نطفة في قاران المكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام الأحمن ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أعسى الخالقين مدام خالق الخلق هو اللي شر اذا كان نمنوا بالقرآن كمسلمين انه نطبق القرآن واذا كان نمنوا الدستور كما قال الباجي اللي هو الدستور قبل القرآن نعلم اللي تبع الدستور ما قاله النار وبأس القرار اذا كان بشي خالف شرع الله وانا مع شرع الله